طالب نواب البصرة بوضع حد لقتل أبناء المحافظة بمخلفات نفطية التي تخنق البصرة وتسمم مياهها وحمل النائب عبد الأمير المياحي الحكومة الاتحادية مسؤولية الصمت عن الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في البصرة ومنها شركة أكسل موبيل التي تلوث مياه شط العرب وصلتنا شكاوة كثيرة من أبناء البصرة بأن إحدى الشركات النفطية وهي شركة أكسل موبيل تقوم برمي مواد سائلة ملونة نعتقد أنها سامة اسمها دايكرومات حمراء اللون في شط البصرة وشط العرب وإن لم تكن سامة فإنها ملوثة لمياه شط العرب وشط البصرة وهناك غياب دور لرقابة لوزارة النفط لمثل هذه الشركات وعليه ننبه ونحذر وزارة النفط لمتابعة هذه الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية وبسرعة لمعاقبة هذه الشركات الغير منطبطة وغير ملتزمة بمراعاة أبناء البصرة